إذا كنتم من بين ثلاثة ملايين شخص ممن يحملون رخص السياق الورقي الموقع في الفترة ما بين سنة ثمانين تسيمائة والف ستين وتسين تسيمائة والف فأنتم إذن معنيون بالتجديد بتجديد الرخص لأن الأجل المسموح به للتجديد إلكترونيا سينتهي موفى يونيو الجاري ناتيا اليوبي وهيشام شكتال ما زال قرابة الثلاثة ملايين مواطن من الذين تسلموا رخص السياق في الفترة ما بين فاتح يناير الف وتسعمائة وثمانين إلى فاتح تجمبر الف وتسعمائة وستة وتسعين لم يجددوا بطائقهم على الحامل الورقي بأخرى إلكترونية المهل المسموح بها للقيام بهذه العملية ستنتهي فيما تم هذا الشهر والمواطنون بدأوا يقبلون بكثرة على هذه المراكز لتيسير عملية تجديد بطائق السياق على الحامل الورقي بطائق بأخرى إلكترونية عملت الوزارة الوصية على التعاقد مع شركة خاصة تفادي للإكتظاذ وذلك عبر الولوج إلى عنوان بريد إلكتروني للشركة هناك وكالتين لتجديد رخص السياقة وهي الضربدة الشمالية والضربدة الشرقية بالإضافة إلى أربع مركز السيارات تابعة لوزارة جهيز والنقل واللوجيستيك وضعت شركة واحد البريد إلكتروني يتمكن المواطن من أخذ الموعد ديالو عبر الأنترنت تيجي في الموعد ديالو تدوز عنا في المكاتب ديالنا مكاتب استقبال لما تتعدش المدة الزمانية دقيقة في معالجة بتلميلة في ديالو كثيرون هم أولئك الذين قاموا بشحب بطائقهم الإلكترونية فرصة إذن أما معدد كبير من المواطنين الذين يتعين عليهم تجديد رخص سياقتهم ليبادروا إلى ذلك قبل ما تم هذا الشهر